الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم صدق الله العلي العظيم لم يعترض الملائكة لم تعترض على الله تبارك وتعالى في كل إنشاءاته وفي كل خلقه إلا عندما أخبرهم بأنه مقرر أن يخلق الإنسان هذه الآية تتحدث عن كارثة حصلت في نظام رب العالمين مليارات السنوات هذه الكارثة لم تحدث الله تبارك وتعالى خلق الجن والجن من الخلائق التي تبعث بالفساد لم يكن الجن منصاعاً وهذه الخلقة كانت قبل خلقة الإنسان لم يتم أي اعتراض على الخلق من الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق الفاسد القرآن الكريم في سورة الحجر آية سبعة وثلاثة سبعة وعشرين ثمانية وعشرين الله تبارك وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن والجن خلقناه من قبل من نار السموم من قبل عملية الخلقة من قبل الله تبارك وتعالى لم تتعرض لاعتراض من قبل الملائكة وليس من شأن الملائكة أن يعترضوا على الله تبارك وتعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون شنو شأن الملائكة مليارات السنوات الملائكة من الأبد لم يصدر منهم أي اعتراض بالنسبة إلى أي شأن من شؤون الربوبية ولكن عندما أخبرهم الله تبارك وتعالى مجرد إخبار كانها عملية الخلقة لا زالت للإنسان لم تتوم مجرد أن الله تبارك وتعالى أخبرهم بأنه قرر أن يخلق الإنسان حدثت كارثة في مليارات السنوات ما كادت تحدث اعترضوا على الله هذه كارثة في نظام رب العالمين لا يوجد تسيب لا يوجد انفلات ولا يوجد ذرة خلل في هذه القضية قضية إخبار الله بأنه يعزم على خلق الإنسان حدثت سيب في نظام رب العالمين هذا شيء غريب حقيقة الله شاد النظام مشدود النظام للهي مشدود شوفوا الشمس القمر هذه الكائنات هذه المجرات مليارات السنوات ما تحيد عن الطريق اللي يرسمها الله رب العالمين قيد أنمو لما تحيد نص ثانية ما تستعجل وما تستغ هذا النظام رب العالمين مليار سنة نص ثانية ماكو تسيب أكو ماكو هذا النظام رب العالمين كيف حصل التسيب بهالحجم إلى درجة أنه الملائكة يصارحون رب العالمين بالاعتراض على قرار أن يجاعلون جاعلون يعني شنو يعني بالتأكيد مسوي هذا فعل الماضي أن يجاعلون بعدها رب العالمين ما كان قد خلق لذا الآيات تقول إذا خلقته وسويته فقعوا له ساجدين فعل الماضي معناته أنه هذا بالتأكيد راح أسوي أنا المرائكة تعرضت لله هذه كارثة حقيقة هذه الكارثة من شنو أجد من خلقة الإنسان الإنسان موجود كارثي بلا حدود على الله تبارك وتعالى وعلى كائنات الله وعلى المخلوقات وعلى الملائكة فالموجود هذا دليل على مشارف خطر لاحظوا الإنسان في كل تصرفاته مصدر غلق للكوم الإنسان وجوده حتى إذا ما يتصرف حتى إذا كان منكفع على ذاته حتى إذا كان محجم متوقف عن العمل وجوده كارثة على الحياة وليست الكارثة فقط كارثة الكون لا كارثة على معادلات رب العالمين كل تصرف يصدر من الإنسان ينعكس هذا التصرف على معادلات رب العالمين كلمة يقولها عرش الله يهتز روحوا يشوفوا الروايات يكتبوا عرش الله ابحثوا ابحثوا عن هذا الموضوع أي الأشياء التي تؤدي إلى اهتزاز في عرش الله نظر واحد إنسان ينظرها ليس صحيحة يهتز لها عرش الله عرش الله في الحديث القدسي يا عيسى هذا نص الحديث لا تحلف بي كاذبا فيهتز عرشي غضبا الله يعلم في كل ثانية عرش الله جا يهتز في كل أقل من ثانية عرش الله جا يهتز هذه شنو هذه إنعكاسات سلوك الإنسان مو كارثة على الحياة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الله يقول أنا صلحتها هذه الحياة أيها الإنسان لا تفسد مو فساد في الحياة فحسب فساد بمعادلات رب العالمين هذا الإنسان من يوم اللي الله قرر أن يخلق أن يخلق الإنسان مجرد أن أعطى خبرا عن هذا القرار الملائكة انتفضوا وانتفضت الملائكة ما كانت قضية هينة الله غضب عليهم وانعفست الحياة كلها والمعادلات كلها خربت وقاموا ويلتمسون بالله تبارك وتعالى ليش الله يغضب الله رؤوف رحيم الشغلة كبيرة كانت تعرض كبير كان من قبلهم وغضب تسبب وهالآلاف السنوات يطلبون العفو من الله تبارك وتعالى يطوفون بالبيت المعمور عفس حي يعني كارثة كبرى حدثت الإنسان وجوده كارثي بلا حدود لا تجد في حياة الإنسان أي تصرف منطقي بملء فمي أقول فد حركة عقلانية حركة منطقية واحدة في حياة الإنسان ما تجد كل فساد ماكنة تنتج الفساد إذا هذا الفساد هم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق شوفوا الله يحلف والسماء هذا وقسم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق شوفوا التعبير قاسي وما أدراك ما الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ الله رب العالمين يجب ملائكة الأقوياء على كل إنسان نفس كل نفس يجب عليه فهذا واحد يضبطه وقال لا كارثي هذا هذا كارثي إذا ما تصدر من عندنا هفوات إذا الحياة لا يزال قائم الوضع ليس متشتت إذا الدنيا ما انقرضت ليس سبب بزودنا وانضباطنا وعقلياتنا ومنطقيتنا لا أبدا إن كل نفس لما عليها حافظ حافظ يعني يحفظ شنو حذف المتعلق يفيد العموم أكو ملائكة الله مقر مسلطهم علينا يرعونا هفواتنا زلاتنا حافظ حافظ يعني شنو يعني يحفظ عمارنا لا يحفظ كل شي وإذا تشوف الحياة مستقرة والحياة ماشية ملايين السنوات ماكو دمار في الحياة ماكو حروب تقضي على كل الكائنات هذا مو معنى أنه نحن ناس منضبطين أبدا الإنسان قم لموقوته في كل لحظة تكاد تنفجر شوف الإنسان يمشي بالشارع يمشي شنو يسوي كل لحظة ممكن أن يقرر شغلة تروح فيها عائلة يحكي كلمة تضيع بها أمة كل لحظة الإنسان معرض لخط أن ينتج خطر كبير إذا ما أنتجنا الخطر الكبير يأنتجنا الخطر الكبير لكن لم يحدث فد لم تحدث كارثة كبرى هذا مو معنى أنه إحنا إنسان منضبطين أبدا الإنسان موجود فاعل مختار كل الكائنات الإلهية مشدودة هذا الجبل مشدود الحيوانات حتى مشدودة أكعدها فتشيم كوك الحيوان إلى رسالة يقوم برسالته في الحياة منا يروح يأكل منا يروح ينام منا يروح الإنسان اللي منفلت الإنسان الفاعل يفعل مو مثل الجبل ساكن له فاعلية وهذه الفاعلية مو مثل الحيوانات مشدودة لا فاعل مختار هاي الكارثة وهذا الفاعلية المختار اللي الله انطاه هذه الفاعلية يسخرها في ماذا هذه نزع هاي نفسنا أعدى عدوك هاي أنفسنا مشحونة بطاقة خبيثة طاقة سلبية هذه الطاقة السلبية اللي مليئة بالطبايع السلبية الغرائز المنحطة شا قول شا تعبر هذه غرائز هذه ميول نزعات نزعات سلبية كلها هذه النزعات الداخلية والإنسان هم فاعل مختار شنو نتيجته نتيجته في كل ثانية قنبلة ذرية في كيان رب العالمي تصوروا لوحة كبيرة كلش كبيرة فيها أزرار مليارات الأزرار لاحظوا وكل زر إذا يتم كبسة صاروخ نووي ينطلق بالجو هذه اللوحة إذا تكون في متناول طفل صغير حرك نشط شيء يصير شيء يصير كل دقة راسه بهذه الأزرار يكبس لك كبسة وفد كارثة كبرات تتحقق هذا الإنسان هذا الإنسان كل لا منطقية كل حياتنا لا عقلانية الله تبارك وتعالى جعل الحياة دقيقة الإنسان كيف يسلك في هذه الحياة الدقيقة ينزل راسه ما أخذ راحته مترهي يعمل شو يتصرف اللي يبي يقوله واللي يبي يأكله واللي يبي أي شي يريد يسوي ما يراعي لا معادلات رب العالمين ولا حدود رب العالمين الإنسان الشغلة الوحيدة التي تصدر منه بعقلانية تدرون شنو الشغلة الوحيدة التي تصدر منه بمنطق تدرون شنو عندما يموت الإنسان استجابة الإنسان لإزرائيل هذه المفردة الوحيدة التي تصدر منها بعقلانية وبمنطق خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة والله تحبير ماذا سيد الشهداء هذا التعبير لإمام الحسين معروف جدا الشيء الجميل الذي يصدر من الإنسان بس هذا الشيء لمن يموت يفتك هو يفتك والملائكة تفتك والكون يفتك وجوده كارثي وجوده كارثي هذا التعبير نحن لا نتأمل به كثيرا هذا التعبير سيد الشهداء الإمام بدأ يصور لوحة فنية أروع يمكن يمكن ما أدري يمكن أجمل منظر في الوجود موهي الشكل هذا المنظر مخط القلادة على جيد الفتاة إذا ما كان تعبير سيد الشهداء أنا ما كنتأجر على هذا التعبير موهي الشكل هناك مناظر خلابة الإنسان يشوف الورود مثلا الجبال التي تكسوها مثلا الأشجار المناظر الخلابة هناك منظر أجمل من هذا المنظر في الوجود هناك لوحة فنية الإمام جاي يشبه عملية الموت أجمل شيء في الحياة عندما الإنسان يستجيب لإزرائيل يقول أنا لله أنا لله لما يروح الوجود يفتك منه يفتك منه يفتك منه الملائكة كلها متشنجة هذا كل لحظة ممكن يكبس لك في الزر وطفل ما يفتهم وحرك ونشط والأزرار كلها في متناوله فاعل مختار الإنسان ليس فاعل مختار يكبس لك زر كلمة يقولها اتدمر الوجود إذا ما قلت هاي الكلمة أو إذا قلتها الوجود ما اتدمر هذا مو معناته أنه أنا في حال عقلاني لا الله تبارك وتعالى ضابط الحياة الله في الحال الله حافظ الله مسيطر مهيمن ما يخليها الحياة تطلع من طورها بس إحنا ماكنة إنتاج كارثة طبيعتنا شنو لاحظوا كل حياتنا تحيطها الأنانية كل حياتنا تحيطها طبيعة الخوف والوجل والاضطراب والانفعالية حياتنا أجل لكم الله أتحدث عن نفسي مليئة بالغباء وين إحنا محترفين شنو نعرفها حقيقة بالله عليكم هذه الحياة المشدودة بالدقة جدا متقنة الحياة جدا معقدة الحياة مو معقدة وإحنا كيف نترجل في هذه الحياة شب كيفنا على كيفنا إننا كل شي هذه الآية حقيقة عجيبة والله في القرآن يقول لعمرك يقول لرسول الله وحق حياتك وحياتك يا رسول الله إنهم لفي سكرتهم يعمهون هذه الآية في سياق آيات تتحدث عن أحداث قوم لوط بس أكو قرائم كثيرة أن هذه الآية لا ترتبط بقضية قوم لوط ليش الله دا يخاطب النبي وبعدين يتحدث عن شنو عن قضية ليست ماضية كل الآيات اللي ترتبط في السياق ترتبط فيها ضمير ماضي إنهم لفي سكرتهم يعني مو ك إذا كان الغرض عن تصرفات قوم لوط كان يقول إنهم كانوا في سكرتهم مو هش شكل هذه هذه الآية مقطع هذا ما لربط به ولو جاي في سياق أحداث قوم لوط لا ما لربط لأنه هذه حديث عن شيء حاضر إنهم يعني الآن وذول قوم لوط انقرضوا راحوا آلاف السنوات راحين شنون الآن لفي سكرتهم وانتصرفاتهم هذه يتحدث الله عن طبيعة الإنسان لذاهم يخاطب النبي شوفوا إحنا أمة النبي إنهم وحياتك يقول لعمرك هذه ماكو في القرآن يجي تعبير لعمرك وحياتك يا رسول الله ماكو يجي تعبير أصلا لفي سكر كل كل الحياة سكر لما ننام بطرانين ننام ما قد لازم تنام بابا ما دعوة 15 ساعة لما ناكل وراحتنا ناكل كل حبة رز إضافية أنا واحد منهم أتحدث عن نفسي كل حبة إضافية أكلها أقو عليها حساب كتاب ما يقول أنت أنت ليس مطلق لكن ما هو الإنسان إذا همنام إحنا أكثر من خمس ساعات ثمان ساعات أكو شمر على رأسنا يوقف لا يجعلنا ننام أكو وظيفة أكو دوام بعدين معاشنا كذا نوضطرين وإلا إذا واحد متمكن ماليا وماكو واحد يوقف فوق رأسي والله 18 ساعة ننام 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 ما هذا السيد الوالد كان يذكر يقول والدي والد يعني جدي أنا والد في أفضل الفروض كان ينام خمس ساعات وكان يقول مكتفي دائما وين ننام ننام خمس ساعات لو أريدنا ننام عشرين ساعات نأكل بابا هي صحة الواحد صح ينفوق الحاجة من نأكل أنا أتحدث عن نفسي ما دحوة ما صاعة لما نحتي برفاهية نحتي ما أقول كلمة موزي أنا بطران يقول العراقي يقول بطران أنهم لفي سكرتهم سكرت يعني شنو في سكرتهم في شنو في أكلهم شوفوا حذف المتعلق يفيد العموم في كل شي سكران يتصرف في هذه الحياة تصرف هذا طبيعة الإنسان يحجي بكيف يأكل بكيف مو بكيف نحن هذه التصرفات تنعكس سلبيا على الحياة لاحظوا إذا فد واحد تصروروا أكو إشارة حمراء وطريق سريع عدل ومزدحم صوروا طريق سريع هي الطرق السريعة هايوي يسموها ومزدحم جدا واحد بالإشارة الحمراء يخش وبسرعة يخش هذا شنو رح يصير هذه مو كارثة هذه ممكن ميتين سيارة تنظروا بعضها ببعض لأنه حادث واحد يؤدي بتسلسل صحيح سيارة ثانية وسريعة وبالمآت يموتون كارثة عظمى تحدث إذا لو عدى الإشارة الحمراء واتفاقاً ما صار أي حادث هذا شغل ما كان كارثياً لأنه ما أدى بحماية الله وحفظ الله الله يحفظ بحفظ الله أنا عديتها صحيح؟ وما صار أي شيء فإذا هذا شغل مو كارثي كارث هذه واحد يخش في مفترق طرق سريعة مزدحمة بسرعة هائلة هذا خطر هائل نحن كل لحظة من حياتنا يشكل إيدنا مفسوحة جاي ننطلق فالله يدري فادمر الشيطان يركب الإنسان يركب راسه يقول كلمة يتصرف تصرف تصدر منه انفعالات خاصة هذه انفعالات تدمر الحياة والله الحافظ إذا ما تدمر الحياة حياتنا يشكل أبسط شي لاحظوا أبسط يمكن أفضل مظاهر الحياة في هذه العقلانية سياقتنا شوفوا نحن نسوق بالله عليكم نسوق بعقلانية ومنطق الإنسان الذي يسوق راكب النوم ما هو يدايخ هذا جنون والله جنون هذه آلة قتالة إذا أبسط قصور في الانتباه هذا تؤدي إلى كارثة إنسان دايخ نوم يوم مستعمل النقال وفكرة جدا جدا شغال وجاء يسوق هذه معملية خطيرة هذه معملية بالغة القطورة في كل يوم كم مرة نسوي ها مئة ألف مرة سقنا سيارتنا ولا مرة صار حادث هذا بزودنا ما صار حادث صدق لأنه إحنا سقنا السيارة بعقلانية وبنطق كان انتباهنا جدا جدا دقيق لا وين انتباهك نأكل ونسوق نحجي ونسوق نسولف ونسوق نستعمل سيارة لما أنت سوق مئة وعشرين هذه كارثة مئة وعشرين سياقة هذه السيارات اللي جاي تعبر من يمك انت شنو تعتبر تعتبر هذا السايق آقل مئة بالمئة واعي مئة بالمئة ملو قال هذا لو عكس عليك عكسه يخسبك الحياة كله كله يخربط الحياة كله اش دراك انت أصلا هذا واعي اش دراك انه منتبه انت لما تسوق لازم تعطي لا عقلانية ولا منطقية لهذا السايق اللي يجوزك يعبرك او انت تجوزه ممكن يكسر عليك وين اكو اكو تجد انتباه ما اكو عشرة آلاف مرة امسقنا السيارة الحمد لله ولا مرة صارت حادثة الحمد لله رب العالمين هذا بزودنا هذا بيعني اننا منتبهين واستعملنا العقلانية والمنطقية في تصرفنا ابدا من يسوق السيارة بعقلانية الله الحافظ الله الساتر الله يستر علينا ملايين البلاء اللي ينزلوا الله يصرف عنا مو هذه رحمة رب العالمين بس اعرف نفسك هذه عبارة هذه ان الانسان يعيش هذه الحياة كله بترف وبعنجهية وبانفعالية تسوقنا تجارتنا ادارتنا لعائلتنا اولادنا تصرفاتنا كلماتنا كلها شنو كلها تحيطها النفعية كل تفكر نفع كل شي ينفعني شنو ينفع الحياة احنا في الحياة إلنا رسالة لم نخلق عبثة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها وأشفقنا منها وحملها الانسان الله يقول أنا ما عرضت الأمانة عليك أنا عرضت على السماوات والأرض والجبال انتش دخل كده شو داكدت بالشغلات انتش شنو شانا كده وحملها الانسان عن شنو لنما عرضنا عليه هو خشش راسه هو ورد نفسه هو ورد نفسه هاي أمانة الله وين احنا من الأمانة كل أنا ومصالحي وبيتي وسيارتي وزوجتي وأهلي وأولادي كل كل وين مصالح الله رب العالمين وينها غلس شو يخصني أنا أنا دايخ حياتي معيشتي خب هسه احنا ما ردنا منك شغل ومصالح رب العالمين اللي انت وردت نفسك بها ما يخالف ما كو كل انفعال انخاف من الأشياء من أجل أن لا يصيبنا أي ضرر اندمر مصالح الحياة من أجل أنه لا يتقرب من عندنا الخطر كل فكر هالشكل كل أنا تحيط بناء اللاعقلانية من كل الجوانب حقيقة في كل تظرفاتنا شوفوا أقلا الإنسان اللي ما عنده خبرة نحن ما عندنا خبرة في الحياة صدق من ندري نحكي كيف نا مسألة شرعية أنا 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 دار زين وين دراستك وين فقاهتك أنت تعال أدلي بدلوك أي شي في الدين أي شي في أي قضية ما مستحيل الإنسان يتوقف وما يتحرك بعديا لو فرضنا أن نتوقف عندما نحجم عندما نتوقف شنو ذاك اليوم هم كارثة وضعنا كارثة كارثة إلا مامزين العابدين عليه الصلاة والسلام في دعاء في الصحيفة السجادية دعاء مكارم الأخلاق وإن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك تعالوا خلنا نفسر هاي كلمة مرتعا إحنا عندنا مشكلة في التفسير شنو يعني مرتعا مرتعا نوعية فالنوع أن الإنسان يكون دائما تصرفات كفر وإلحاد وزندق وجعود هذا فجنه هذا كله مرتعا الشيطان بس هذا عندما الإنسان يتنصل من رسالته من مسؤوليته عندما يقصر في الواجبات هذا مو مرتعا للشيطان هذا مو مرتعا للشيطان حتى لما المامزين العابدين هادوا مكار المخلق إذاهي إذا هشك لأن حياتي مرتعا للشيطان فاقبضني إليك وخذني حالاتنا مواقفنا حتى في الموارد هذا اللي منحكي إذا ما حكيت ورسالتك أن تتكلم مسؤولية لازم إنسان يقول بعض وقات الإنسان عندما يصمت يسكت يحقق كارثة كبرى في الحياة هذا اللي قتلوا الحسين عليه الصلاة والسلام لم يصنعوا صدقوني الكارثة الكبرى ولكن الذين سكتوا على هذا الإجرام هذا ولكن الشرفاء المؤمنون من أصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام في المدينة في مكة مولاهم بنص نهار قتل وهذا لم يكن هذا لم يكن هذا الشريف عندما يصمت يسكت هذه كارثة كبرى لازم تحكي مسؤولية لازم تتصدق هناك تجلب لك هذه التصديات مخاطر هذا هو بعد مسؤولية هذه عندما نحجم عن العمل عندما نتوقف عن التصرفات عندما نسكت عندما نغض الضرف هم كارثة على الحياة ليس الشكل لماذا عايش هذا الإنسان يجب الوجود ولت كارثة قبل ما يجي خبر خلقة الإنسان ولدت كارثة كبرى في الكون انسيابية عفوا تسيب حصل في جهاز رب العالمي وبعدي الملائكة ماسكين قلوبهم أنه الإنسان هذا التصرف ليسوي إذا زوجت مثلا مثلا انفعلت هو لا ينفعل لأنه هي انفعلت هذا ما انفعل البيت يضيع راح البيت البيت يروح شنو الأولاد شي يصيرون الملائكة كلما ماسكين قلوبهم هذا الملعون لا يحجي لا يتصرف لا ينفعل لا يتحرك هذا فم لا الكلمات لا تفلت من النسان العم رضوان الله عليه يقول يقول أحد أصدقائي ذكر لأنه في إحدى العواصم الغربية أقاموا مؤتمر حول ظاهرة الإدمان في الكحول يحسن حواصم تدرون هذه قضية الكحول مزقة أكبر تمزيق في البلاد الغربية حتى في بلاد ندي يصير العياذ بالله فيقول العم رحمة الله عليه يقول هذا صاحبنا يقول ألقوا محاضرات دكاترا جايين من أطراف العالم مؤتمر عالمي فواحد من هؤلاء دكتور فلان هذا حضيت محاضرته بالتشويق الكل جداً كانت قوية محاضرته كان يحشي كلام جداً راقي أشبع الموضوع بلفتاته الفكرية الدقيقة والكل استمتعوا بحديثه على كل حال حظية بالتصفيق شديد هائل يقول باتشر جت أمشي بالشارع شفت نفسه هذا يمشي بس ما ماسك نفسه ما ضابط نفسه يدوده هالشكل يمشي يقول سكران عدل يبدو مسوي إفراط في كذا في الشرب أجلكم الله فجأته قلت له أنت أنت دكتور فلان عجب وين حديثك برحب الليل بالمؤتمر وين هاي تصرفاتك فيقول من شدة دوغته هل قد كان معبي قال لي كان ينظر لي نظرة البلها أصلا ما يفتم أقول له ولا يقد يمسك نفسه يعني يقد في كل لحظة يطيح فيقول ما يفتم ما أقول له ما قدر يرد علي أصلا ما يباو عنه نظرة الواحد اللي أصلا ما يفهم الحديث هذا دكتور ويرقي مجال يتحدث أفضل المعلومات عن أفضل المطالب وبعدين هو الشكل هذا الإنسان وما أبرأ نفسي هذا مو حديث لكم حقيقة إن النفس لأمارة بالسوء هذا كلام الله شوف القرآن شوف الآيات وخلق الإنسان ضعيفة هذا الضعف في أي جانب الإنسان أكبر مخلوقات الله أني جاعل في الأرض خليفة الضعف شنو هاي النفس هاي النفس هاي 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 اللي الله في القرآن 11 مرة يحلف والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها منه منه بناها والأرض وما طحاها منه طحاها ونفس وما سواها منه سواها هو والله فألهمها وفجورها وتقواها قد أفلح من زكاها اهدعش مرة الله يحلف حتى يقول كلمة نصطر قد أفلح مو نصطر أقل ثلاث كلمة قد أفلح من زكا وقد خاب من دساء قد هاي تحتاج إلى شوفوا هس شنو العلاج إحنا وجودنا الكارثي الكارثة العظمى في الحياة شنو العلاج أنا ما يخصني العلاج شنو الآن أقل ما يخصني أقل أن الإنسان يدرك أن وجوده كارثي هو هذا شيء كثير يدرك أن كل حركاته كل نفس يطلع من صدره ويرجع هذا كارثة على الوجود أقل أن يدرك أن الملائكة ماسك قلوبها أن هذا الموجود هذا المخلوق ليه يدمر الكوكب الكوكب كله ليه كوكب أقل أن الإنسان يدرك أنه لم يمشي في كل لحظة ممكن أن يتصرف التصرف هو هذه تحد من فلتات الإنسان قصة شنو المصيبة السبب شنو البواعث والدوافع لهذه الكارثة شنو ما يخصنا الآن البحث يطول بعديا كيف يمكن علاج هذه الحالة ما يخصنا الآن بحث يطبل أقل أن أدرك اذعن صدق أن وجودك في كل ثانية كارثة على الكوكب كله ليس على الكوكب على عرش الله على معادلات رب العالمي أقل الإنسان شوي ينضبط شوي يخلي بريك على تصرفاته على أفكاره إحنا أسراء بيت أفكارنا أسراء تقودنا هذه الأفكار لا تفكر شي هذا الفكر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد واحد يشهد عليها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد هذه الغفلة والله أم المصائب هذه ما ليس أتحدث عن هذه أكو قصور في الانتباه أكو تشتيت في البال فتصدر منها هذه الهفوات انضبط خلي بالك هذه أفكارك راقبها لا تفكر بكل شي لا تسمح لأفكار تيجي تدخل في بالك هذا إبليس لا تسمح لا تفكر أصلا بالمعصية لا تفكر بها بالانفعالية لا تفكر أصلا إذا عندك مشكلة ويا واحد لا تقعد تفكر راح أشوفه شنو أقوله لا تفكر أصلا لا تفكر هذه تقودك هذه بواعث تصير تقود تصرفاتك أنت محكوم بعدين شوف فكشفنا عنك لقد كنت في غفلة هذه غفلة لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع أم المصائب هذه الغفلة مرت الإنسان إنسان غافل لما يريد يقرر يقرر بغفلة لما يحتي يحتي بغفلة لما ينفعل ينفعل بغفلة هذه لقد كنت في غفلة من هذا خلاص فكشفنا عنك غطائك ولك دير بالك بعد فبصرك اليوم حديد انتبه أكو حساب كتاب أكو كل كلمة عليها حساب هذا هو أقل لن الإنسان يقرر أن أي شي أقل لن يدري أنه عندما يقوم من النوم عندما يريد يتصرف شيء هذا التصرف يمكن أن يحدث كارثة كبرى في الحياة أقل لن كلمة تقولها عائلة كاملة تتمزق تنتهي ابنك ينتهي حياة تنقرض أقل لن هذا الإنسان يفتهم هذا الشيء الله تبارك وتعالى ليش طرد الإنسان من الجنة كارثة يخربط الجنة الجنة مكان وبعدين ما يدخل بالجنة إلا لمن يموت لازم يموت هذا الشغل الوحيد الذي يصدر من عندنا عقلاني هذا التصرف الوحيد الذي نتصرفه بشكل منطقي هذا الأمر يصدر من عندنا شغلة منطقية نتأهل نصير أنه نكون من أهل الجنة إن شاء الله نكون من أهل الجنة يعني باللطف الله وباركة رب العالمين وبركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الانتباه الانتباه التوكل على الله الانتباه في الحياة الارتباط بأهل البيت هذول مصادر التسديد مصادر الرعاية هذه كل ما تكون أكثر يمكن أن الإنسان يتمكن أن يسيطر على هفواته وزلاته أكثر وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر وزلاته أكبر وشكرا لكم وزلاته أكبر وزلائح لكم اشتركوا في القناة